الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بعتذر بجد يا شباب كده بتوع الدفعة التمنى. والله العظيم انا بكلمك وعيني ما انا شايف بها خالص. انا بعتذر الناس اللي كان بيقولولي ان فيه يعني انت زي ما عارفتش ان فيه يعني فيه دفعة للتقديم بدأ وفتح او يعني فيه كان فيه اه مؤتمر لوزارة الداخلية. بص شباب كده باختصار شديد. انا يعني حاولت كده جبت بنتي جنب مني وقعدت دورت وبتعليقت فيه فعلا قناة فضائية منزلة من حوالي عشر دقايق بس كده. اه منزلة المؤتمر الصحفي ده. طبعا انا ما كنتش متابع. انتو مش عزريني. فيه ناس كتير مش عزريني بتقولي كلام يعني بتعبني بجد يعني عشان حرام برضو بلدسان الناس تقدر بعضيها. انا يعني انت فيه فيديوهات كتير التاريط التقديم موجودة على النت. طريقة التقديم الاكتروني. انا شارحها هدور كده حضرتك على القناة قصدي. انا شارحها ازاي على جزئين. ازاي هتيجي تقدمه. هنزل لك في تحت الفيديو دوت في الوصف بتاع سنتقل الوصف بتاع الفيديو ده من تحت حضرتك كده لو كملت الكلام بتاع العنوان. دست كده تحت منه. هتلاقينا منزل لك الرابط بتاع وزارة الداخلية. وساعتها الشرح موجود هتخش ازاي على معاوين الامن. خدمات معاوين الامن وازاي الطريقة التقديم اللي ان شاء الله هتبدأ من يوم السبت اللي هو تمنتاشر زي ما انا شفته في المؤتمر الصحفي اللي موجود على القناة الفضائية دلوقتي. انا ما شوف بجيبتش حق حدش قال لي خبر. ولا انا متأكد منه. انا لقيته على قناة فضائية من الزلال مؤتمر الصحفي. بقبول الدفعة التمنى. الامور طبعا اتغيرت كتير معانا. اللي كنا بناخد معلومات فعلا من الصفحات الراسمية دي وكل مواقع دي بصراحة ربنا يعني حتى التقديمات اختلفت والنتيجة حتى المفروض النتيجة دي بتظهر يعني الدفعة دي بتقبلش غير لما يعني يقبلوا الدفعة نتيجة الدفعة السبعة معرفش ده حصل ازاي. بس المهم. انا شريح لك ازاي بتقدم على النت وبتحكتي ببياناتك ازاي. انا بعتذر كمان مرة هو تشباب. واعذروني عشان خاطر والله ما شايف بعناية. قاسما بيلا انا بقالي دلوقتي عشر تيام بلفي من دكاترة من كل يوم والدكتور للدكتور واشعاعات على عيني. حصل انفجار كده بفاجأة سبحان الله. يعني اللي جيبوا ربنا كله كويس. في عناية كده في الشبكية. ما عدت شاف بها خلص وهي دي عيني اللي كنت بشوف بها يعني عيني الشديدة دي العين اليمين. فاعذروني ادعو لي زي ما انا بادعو لكم كده انا كاب بادعو لكم من قلبي كده. فاليت برضو تدعو لي كده برضو ان ربنا يتمس. فأنا عايز قناتي تشتغل وعايز عايز كون المتابعين يبكونوا موجودين معايا. فالناس اللي لسه دخل اول مرة. اه طبعا انا باشرح لكم بقول لكم القناة موجودة عليها. كل حاجة تخصك ببناسبة معاون الامن دوت. من الالف الى الياء. دور حضرتك في الفيديوهات هتلاقي كل انت بتضبط اي سؤال انت عايزه. لان انا مش قادر ارد على التعليقات. انا بدور على اي حد يقرأ لي التعليقات واقول له اكتب كزا رد بكزا. اعذروني. اه معلش برضو مادام لم ياء انا اسف عشان خاتل بنتي اللي كانت للاسم. انا بجرد خدت الاسم كده. انا عارف ان حضرتك والدة اه طاليب عادة تقدم لها في الدفعة التامنة. اه بقول لحضرتك معلش انا اسف. اه انا فعلا ان في الناس اللي بقولون انت مش متابع. انا فعلا ما كنتش متابع للظروف اللي عندي يا جمع. اعذروني للظروف اللي عندي. اقدروني للظروف اللي عندي. اتمنى اه ان شاء الله كده الناس الدفعة هو تعقوننا معادة يوم السبت ان شاء الله. بدء على الموقع الالكتروني. ويا ريت نصيحة برضو ابوية كده. بتستعجلش وتروح تقدم انت بنفسك. روح لسايبر. يكون فاهم. وقدم للناس قبل كده. عشان خاطر حضرتك بتطبع حضرتك ورقة. اسمه كارت التردد اللي هتروح به اول مرة اللي هتسحب بالكراسة من معهد بتاعك. وهتلاقي يعني اول مرة هيقول لك انت بالنسبة لك. انت من محافظة لما بتحط بياناتك. من محافظة برسعيد. يبقى انت مسلا تبقى في معهد طورة مسلا البلد. يبقى هتروح معهد طورة هتسحب منه الكراسة. هيديك معاد. هيديك تلات اربع موعيد تختار منه منت حضرتك على الموقع. هتختار ساعتها المعاد اللي نسبك. اللي هتروح فيه لعشان خاطرها يبقى اول اختبار وهتسحب فيه حضرتك الكراسة. الاختبارات دي هاي امتى بقى ما نعرفش بقى. انا ما عرفش لسه موعيد. انا هبقى بتابع معكم ادعولي بالشفة. وهبقى معكم زي الدفعة. زي الدفعة السبعة. اول باول ان شاء الله. ربنا وفقكم جميعا. انا مش عارف اجمع كلمتين على بعض. بس ادعولي والله انا بكلمكم بالعافية. فارجو ان شاء الله ربنا وفقكم جميعا. ورسالة تكون وصلت. وبالتوفير الجميع. وربنا وفق وينجح جميع اللي تقدموا للدفعة السبعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.